ما نطلق عليه 214 بي ونحن لا نفصح هنا عن معلومات الفيزا التابعة لأي فرد لأنها سرية لكن بشكل عام علينا اتباع ما يدعى بقانون الجنسية والهجرة وهو قانون أمريكي يحكم كيف نقبل أو نرفض طلبات الفيزا لذا البند 214 بي من القانون ينص أن كل طلب فيزا يتقدم إلينا علينا أن نفترض أن المتقدم يرغب بالبقاء بشكل دائم في الولايات المتحدة لذا على المتقدمين بطلب الفيزا إثباتوا أنهم سيسافرون لتأدية غرض ما والمكوث لمدة محددة ثم العودة إلى بلادهم وهذا ما يعنيه الرمز 214 بي